أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شبكة تورقن متكاملة لربط كافة مساحات مشروع الانتاج الزراعي مستقبل مصر مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين اطلع الرئيس السيسي على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لكل منه مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المينيا وبني سويف ومجمع الصواب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية إلى أراضيها واعتمدت الجمعية العامة للقرار بأغلبية 143 صوتا مقابل معارضة خمس دول فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت ودع القرار كل وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات أعلنتها روسيا للحدود مطالبا موسكو بالتراجع الفورية وغير المشروط عن قراراتها قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العودة إلى طاولة المفاوضات واعتبر الرئيس الفرنسي أن الأزمة الأوكرانية دخلت مرحلة غير مسبوقة مشيرا إلى أنه لأول مرية مستهداف المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا فضلا عن تدمير مرافق الكهرباء والتدفئة وأشار إلى أن هدف موسكو في الأيام القليلة الماضية هو كسر وتحطيم المقاومة الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستزاود أوكرانيا بصواريخ إضافية مضادة للطائرات مما في ذلك ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز للمرة الأولى وأوضحت الوزارة أنها ستزاود كييف بصواريخ الدفاع الجوي خلال الأسابيع المقبلة مشيرة إلى أن هذه الصواريخ ستساعد في حماية البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا أطلقت كوريا الشمالية صاروخي كروز بعدي المدى في تجربة نهاية الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية تجريها بيونج يانج وأعرب الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون عن رضاه البالغ عن التجربة الصاروخية التي أشرف عليها من موقع إطلاق الصاروخين وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الصاروخين حلق فوق البحر لمسافة 2000 كم مشيرة إلى أنهما نجح في إصابة الأهداف المحددة أعلنت أسعودية رفضها للتصريحات الصادرة عقب صدور قرار منظمة أبيك بلاس مشيرة إلى أنها تصريحات لا تستند إلى الحقائق وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماعات أبيك بلاس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد به دولة دون باقي الدول ومنظور أيضا اقتصادي بحث يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء حقق المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزية رقما قياسيا جديدا حيث أصبح أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هاتري خلال 6 دقائق و 12 ثانية وشارك صلاح في الفوز الكبير الذي حققه الريدز على نظيره جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بسبعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا فيما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مباراة برشلون الإسبانية مع ضيفه انتر ملان الإيطالية كما فز توتنام على انتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 وحسم بايرن ميونيخ الألمانية تأهله إلى الدور 16 من البطولة بعد الفوز على مضيفه فيكتوريا بيلزا نتليتشكي بنتيجة 4-2 كما تأهل نابولي الإيطالية إلى الأدوار الإقصائية إثر تغلبه على نظيره آياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-2 فيما سقط أتليتكو مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه كلوب بروجي البلجيكي انتهى موجز الأخبار وعودة لزميلي أشازلي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة